السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقدر أشغل كاميرا المرائبة على جهاز الكمبيوتر بدون ديفيار وقدر كمان أخذ صور من كاميرا المرائبة على جهاز الكمبيوتر وقدر أسجل من الكاميرا على جهاز الكمبيوتر نعم هتقدر تسجل من الكاميرا بتاعة المرائبة على جهاز الكمبيوتر بدون ديفيار وهنقدر كمان ناخد صور فوتوغرافية من تصوير كاميرا المرأبة على هارض الكمبيوتر بكل سهول ده بناء على طلب اخوتنا اللي كتابوا لي في التعليقات اغلب الناس كانت بتكتب لي بعد اذنك تشغل لنا كاميرا المرأبة على جهاز الكمبيوتر العادة وكذلك الامر على اللابتوب هيشتغل عليه بنفس الطريقة باذن الله يبقى احنا مبدئيا لازم يكون عندنا كاميرا مرأبة انالوج كاميرا دي لازم تكون انالوج من الموديلات القديمة انا بعيد الكلام انا ااسف ولكن انا حابب اوضح لكل الناس البسيطة تبقى فهمة معنا احنا بنقول ايه علشان يسمع حاجة ويشاهد حاجة يقدر يستفاد من الفيديو باذن الله يبقى قلنا لازم تكون انالوج وتكون يعني مش شرط تكون نفس الموديل او نفس الشكل باذن الله تقول له عايز كاميرا من الموديلات الادية ما هتشتغل معاك في فكرة اليوم احنا مبدئيا عشان نشغل كاميرا المرأبة عايزين نغزيها بالباور ل 12 فولت وعايزين نوصل الكابل ده في جهاز الكمبيوتر يعرض للصورة على شاشة الكمبيوتر وكذلك الامر بعد ما يعرضها على شاشة الكمبيوتر اقدر اثجل على جهاز الكمبيوتر الصورة الي الكاميرا جايبها لي قداني باذن الله هنعمل كل اللي بنقول عليه في الفيديو بس عايزك تطول بالك معايا وتشاهد الفيديو للنهاية وتدعم اخوك باللايك وتشرفنا بالاشتراك في القناة احنا شرحنا في الفيديوهات الي قبل كده ازاي نقدر نشغل اه اه التلفزيون ازاي نقدر نشغل اه الرسيفر على الكمبيوتر وشغلناه وازاي نقدر نشغله على الموبايل وقدرنا نشغله من خلال الجهاز الي قدامنا هنقولك الجهاز اسمه ايه وشعره كام ده اسم الجهاز ايزر كاب وفي منه انواع كتيرة يعني بنفس الشكل وبنفس المصفات عشان نشتغل معاك تقول له عايز كارت فيديو ايزر كاب هيشتغل معاك بكل سهولة جاي معا استوان التعريفات علشان لما نحب نشغله على جهاز الكمبيوتر طبعا لازم تشغل الاستوانة عندك على جهاز الكمبيوتر وتبدأ تثبت التعريفات بكل سهولة فيه رقم سيريال السيريال كذلك الامر موجود فيه داخل الملفات اللي موجودة فيه الاستوانة الصغيرة السيدهاية هتقدر تسطب وتقدر تثبت برنامج التشغيل زي ما احنا ثبتناه وبعد ما تثبته بالشكل اللي قدامنا ده هيظهر قدامك اه الشكل اللي قدامنا ده هو ده هنبدأ العيكون اللي نحطها عليها الماوس هنبدأ نشغلها دلوقتي بس الاول نوصل كاميرا المراقبة في ايه احنا هنا هنركب الكارت كده بالشكل ده او نركبه بوصلة الـ USB علشان ما يتكسرش ونقدر نحافظ عليه وهنبدأ نوصل عندي فيه الكاميرا الـ 12 فولت من خلال اي دوبتر عندك هتقدر توصله وتشغل عليه الـ 12 فولت بعد ما وصلنا الـ 12 فولت للكاميرا خلي بقى يوش الكاميرا كده علشان تبدأ تصور وان شاء الله هنبدأ نجيب بقى الوصلة دي علشان نقدر نوصل فيه الجاك بتاع الرسيفر ده نقدر نوصل ده في ده عشان تركب معايا احنا شرحناها في الفيديوات اللي قبل كده هنقدر نثبت بالشكل ده كده ونيجي هنا على السلوك دي نوصلها طبعا طرف مجب مع مجب وسلب مع سلب وهنبدأ نوصل فيه كارت الفيديو كده وصلنا كل حاجة والكاميرا قدام منك وصلة على جهاز الكمبيوتر هنطلع بقى فوق شوية كده علشان نشوف سبتنا ازاي وعملنا الشغل ده ازاي زي ما انتو شايفين دي الايكونة بتاعت برنامج بعد التثبيت هنبدأ نفتح كده اوبن هتفتح معايا بالشكل ده طبعا كده زي ما انتو شايفين ما شاء الله تصوير جميل الوان ممتازة جدا زي ما انتو شايفين الكاميرا جايبة جودة ممتازة زي الطبيعة بالزب هنقدر نقول هنا نركن بقى كده الكاميرا ثواني ونقدر نعمل ايه حابب تسجل حابب تسايف اي فيديو عندك او تشغل الكاميرا عندك تسجل زي دي في قرب الزب هتقدر تسجل بنفس الطريقة اللي هنعملها دلوقتي حالا هتيجي عندك على الايكونة الحمراء لقدامك record دي معناها تسجيل ولكن الاول هندخل على نكبر شوية كده هنيجي هنا على الدبط على الدبط ونقول احنا عايزين نختار المكان اللي هنسايف فيه التسجيل فين نقدر نختار اي فيلدر او نعمل اي فيلدر جديد على الديسكتوب او في اي برتشن حضرتك حابب تسميه وتقدر اه طبعا تقول له سيف لي في المكان ده هيسيف وتدي له اوكيه وبعد ما تكمل طبعا تسجل بنفس الطريقة تيجي هنا بقى تسجل زي كده مسلا تضغط تسجيل كده هيبدأ يسجل معي كده بدأ يسجل معي زي ما انت شايف العدات فوق اهو العدات بين فوق اهو عليه الماوس بدأ يعد معاك الدقايق وهيعد معاك كم ميجا حملتهم علشان تبقى عارف مدة التحميل هتقدر تعمل ستوب وتقدر تقف من هنا كده ستوب وتقدر تفتح الجهاز او البرتيشن اللي حملت فيه وتجيب الفيديو اللي انت قدرت تسجله على جهاز الكمبيوتر يبقى ازا اصبح الكمبيوتر زي ما اخواتنا طلبوا مني ان هم حابين يوصلوا كاميرات المراقبة على جهاز الكمبيوتر طبعا انا عند التصوير ليلي علشان كده الكاميرا مدية اضاءة ولكن تقدر ان شاء الله باذن الله تشغل جميلة جدا زي ما انتو شايفين تصويرها ممتاز حاجة قيمة جدا وقدرنا نشغل كاميرا المراقبة على جهاز الكمبيوتر ونقدر نسجل ونسيف على الكمبيوتر زي ما قولنا وكمان تقدر تاخد صورة من الفيديو من التصوير الفيديو تقدر تاخد صورة بمجرد ان حضرتك تضغط على علامة الكاميرا اللي فوق دي كده ضغطة زي ما انتو شايفين جاب للتصوير فين يبدأ يعدلك السور في اي مشهد انت حاب تصوره هتقدر تصوره بكل السهولة حاجة قيمة جدا وحاجة ممتازة جدا انك تقدر تعمل حاجة زي كده وتقدر تسجل على جهاز الكمبيوتر بكل السهولة وتقدر تاخد صور وتخزن وتعرض كمان على جهاز الكمبيوتر انا اسف على الاطالة في الفيديو ولكن انا صدقني مش متعمد ان اطول في مدة الفيديو اه ناس كتير من اخواتنا بيشتكوا يعني ساعات يقول لي ان الفيديو عايز يبقى الفيديو يبقى ثلاث دقايق عايزوا دقيقتين عايزوا نص دقيقة احنا عايزين نوصل اه المعلومة لاخواتنا وحبيبنا الناس اللي لسه بدقة الناس اللي هي لسه بدقة وحبة تتعلم وحبة تستفاد مفيش مانع ان اخوتي اصحاب الخبرة الناس اللي عندهم علم ياريت تتحملونا شوية وياريت نقدر نساعد كل الناس المحتاجة ياريت اخويا وحبيب اللي بيشاهدني يدعمنا باللايك تشرفنا بالاشتراك في القناة تنتظرنا في فيديو جديد ومعلومة جديدة في قناة اخيكم محمد الصفطوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة